يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية والمنعقد في مدينة بنجول عاصمة جامبيا نيابة عن الرئيس عبد الفتح السيسي وتعقد القمة اليوم وحد الخامس من مايو الجاري تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة وأوضح التوزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية بالإضافة إلى الموضعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية كما ستناقش القمة أهمية بند خطاب القراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الاقتمانية من مستقرة إلى إيجابية مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات أشارت وكالة التصنيف الاقتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ وذلك بسبب صفقة رأس الحكمة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرينة وتشديد السياسة النقدية فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تتوفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية تسلمت مصر رئاسة مجموعة السبعة وسبعين والصين في نيروبي من مندوب ماليزيا الدائم ذو أكدت مصر أنها ستعمل خلال رئاستها للمجموعة على الدفع بمصالح الدول النامية أمام المحافل الأممية بنايروبي وأولوياتها في أنشطة برنامجي الأمم المتحدة للبيئة وللمستوطنة البشرية الذين يتخذان من العاصمة الكينية مقرا لهما كما شددت مصر على ضرورة تنصيق مواقف المجموعة استعدادا للفعالية الهامة التي تحتضنها نيروبي خلال الفترة المقبلة بداية من الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنة البشرية لهذا العام حتى تعقد الأسبوع المقبل استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال فجرا على عدة مناطق في قطاع غزة أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الصفطوي شمال مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو العنين في شارع الفلوجة في حي الجنينة شرق رفح مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين من بينهم أطفال كما استشهد فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا شرق مخيم المصيرات وسط قطاع غزة أعلنت فرق الإنقاذ في قطاع غزة أنها انتشلت جثامين سبعة شهداء من مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب القطاع وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم أعرب عن قلق المنظمة الأممية العميق من أن أي عملية عسكرية واسعة نطاق في الرفح الفلسطينية قد تؤدي إلى ما وصفه بنزيف دم من جانبه قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية يانس لاركا إن الهجوم على الرفح الفلسطينية بالإضافة إلى الخسائر البشرية فإنه سيكون بمثابة ضربة قوية للعمليات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة أكد نوابنا من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تطفق المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة جاء في الرسالة التي وقع عليها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة مستشهدين بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعصفية على المساعدات ما أدى إلى إعاقة الإمدادات